من هو سامر لواء الأمانة؟ سامر لواء الأمانة شاب من الشباب العرب الطموح جداً في العمل الإعلامي صحفي متمكن الحمد لله من سنوات في المجال التلفزيوني عم نحكي 13 سنة عم نحكي في العمل الصحفي ما بين الدراسة وما بين الموهبة عم نحكي أمام بحدود تقريباً 10 سنوات فالحمد اللي عندي رصيدك كتير حلو في العمل الصحفي على الأقل وإذا عم نحكي في الحياة هو شاب من هالشباب العرب اللي طموحين أنه لكل مجتهد نصيد كيف كانت بدايتك؟ ولماذا اخترت الإعلام؟ البدايات ترجع لفي عنا شيء بسوري اسمه تجربة لجان صحفي الشباب أنا طبعاً أول ما بديت بديت بالتحاقي بدورات إعلامية بسيطة عم نحكي تحصيل الخبر الصحفي والحديث الصحفي وما شابه من هذه المعلومات الأولية خلي نسمي في عالم الصحفي التقائي بخلي نقول عمداء الصحفي في سوريا أصحاب الأقلام الواعدة بصراحة كانت الرائعة بسوريا فهذا كان السبب الحقيقي اللي وجدت نفسي فيه كيف وصلت إلى غرفة أخبار الآن؟ طبعاً مسيرت عمل خلي نقول مشتهدة عم نحكي أنا من مؤسسي قناة المجل الفضائية عم نحكي 2003 من أهم خلي نقول الزملاء الإعلاميين اللي أسسوا في قناة صانعوا القرار عم نحكي 2007 حتى 2012 طبعاً ضميت لقناة الآن 2012 أيضاً والحمد الله أنه كان عندي برنامج مثل برنامج رسائل صحفية بالبدايات ثم بعدين انتقلت لغرفة الأخبار مع الحمد لله خلي نقول الخبرة المتراكمة في العمل الصحفي الإعلامي هل تفصل حياتك المهنية عن حياتك الشخصية؟ على الأقل بالمرحلة هيلة ما في فصل كتير أنا يعني بحب الإعلام أريب كتير من مهنتي يعني خلي نقول إلي جواني بخاصة فيني بشخصيتي ماي مرتبطة بالإعلام طبعاً لكن أنا أريب كتير من الإعلام قمت بتغطية الأحداث في بلدك صف لنا هذه التجربة حالها هي من أصعب التجارب أن تروح أنت لبلدك وتشوف الصورة أنت مالك متعود تشوفها يعني أنت ممكن تشوف أحياناً بعين الصحفي الناقد تشوف أشياء سلبية وتنتقدها تتمنى تكون بلدك أحسن بلدك تتمنى تكون مع تجربتك وجودك في دولة الإمارات العربية المتحدة بصراحة استبقى دائماً لكل خلي نقول أرقام النجاح العالمية عندما نزلت لسوريا لا، لقيت الأمور مختلفة تماماً وطبعاً أنا تعرضت لمحاولة اغتيال أو عملية يعني خلينا نسميها إصابة مباشرة كان لفريق العمل لكننا موجودين نحن في تغطيتنا الميدانية شخص أنت مدين له على الجانب المهني دكتور أديب خضور طبعاً هذا دكتور كان مرفقني من خلينا نقول من أيام ما كنا منش شبيبة وصولاً للجامعة وحتى يعني لبعد الجامعة في كلمات ماذا يعني بالنسبة لك؟ سوريا وجودي دبي أجمل ما صنعت وما تصنع دبي أنا شاهد عليه مكة قبلتي وراحتي الشيب الوقار الرياضة الحياة بالنسبة لي حقيقة هل توجد صداقة في مهنة الإعلام؟ دعنا نفصل بين المهنة وبين سامر الإنسان طالما أنت متمتع بإنسانيتك في كل جوانب حياتك سواء كنت في عملك أو حتى في بيتك أو حتى في محيطك الاجتماعي أكيد في صداقة طالما أنت صادق موقف تعرضت له ولن تنساه من الصعوبة في مكان أن أحصر الآن في عجالي ولكن أصعب موقف ممكن ممكن ما أنسى فعلاً يوم عودت إلى سوريا وشفت الدمار اللي صار فيها هل توجد الطبخ؟ هلا أنا أبن حلب، حلب الشهباء يعني عبتحكي عن حضارة سوريا يعني عبتحكي عن حضارة يعني مفهوم ثقافي متزامن مع مع الأدب، مع الشعر، مع حتى الإبداع في عالم الطبخ فعلاً خلينا نقول المطبخ الحلبي أنا ذوق فيه والحمد للأصدقائي حتى لأنهم التحقوا بالمهنة بيعتمدوا على ذوقي الحمد لله أكلة تحبها اللحم بكرز هي عنوان رئيسي لألي رسالة إلى كل متابعيك سامر لوال أماني إنسان بسيط كتير بحياته متواضع فيه التناقضات خلينا نقول ما بين البساطة ما بين الغضب، ما بين المحبة ما بين القوة والضعف خلونا نعيش إنسانيتنا ونخلي جسور التواصل إنسانية مع الآخرين ما يمقطع الجميع اللي لا يفتكر إنه هذا الشي من الضعف لا هذا الشي من القوة إن تكون قوي وتمتلك نفسك عند الغضب العفو حبيبي اسلامي